انت متخيل ان كان في راجل مصري عايش بقاله 13 سنة في السعودية ويوم لما جه يرجع مصر رجع على سجن طرق وده بسبب كلمة عفوية طلعت منه للرئيس الراحل محمد حسني مبارك تابعوا معنا داء الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل القصة دي بالزور صاحب القصة دي اسمه علي القطار وده زي ما ذكرنا راجل مصري كان عايش في السعودية لمدة 13 سنة لكن في شهر رمضان سنة 1993 تحديدا في العشر الاواخر الرئيس مبارك كان في السعودية بيعمل عمرة وحصلت صدفة جمعتهم لما مبارك كان بيصلي الفجر في المسجد النبوي وفي نفس الوقت القطار كان نازل يصلي زي ما كان متعود كل يوم بس المرة دي الامن منعه من الدخول لان وقتها الاجراءات الامنية كانت مشددة جدا بسبب وجود الرئيس مبارك هناك فمنعه دخول اي حد ولكن قائد التشريف السعودي كان عشان عارف القطان سمح له انه يدخل يصلي معاهم وفعلا القطان صلى الفجر معاهم وقال القطان ان دي كانت اول مرة يشوف مبارك لابس جلابية بغير العادة وانه اول لما شاف مبارك قدامه رحله وقال له بالحرف يا ريس اتق الله وحكم بما انزل الله القطان كان شايف انها جملة عادية وفيها نصيحة للرئيس واي حد ممكن يقولها عادي جدا بس مبارك اول لما سمع الجملة بدأ التوتر عليه ووشه جاب الوان وفدل يبص حواليه ففي اللحظة دي حراس مبارك دخلوا وبسرعة خدوا القطان وخرجوه ببرا المسجد وبعدها بدقايق ركبوه عربية كبيرة وهو حافي ولما ركب سألوا شخص فين السلاح قام القطان رد عليه بابتسامة ففتشوه بس ما لقوش معايا غير مستلزماته الشخصية قام الضابط السعودي سأله وقال له انت احركتنا قدام ريس مصر ليه قلت كده بس القطان رد عليه بكل هدوء وقال له الكلام كان طبيعي في المكان اللي تقابلنا فيه قاموا نقالوه لامن الدولة في جدة وتم التحقيق معاه وسألوه عن اللي حصل بالزبط فالقطان رد عليهم بانه مقيم في بلادهم بقاله 13 سنة وطول المدة دي ما حصلش منه اي تجاوز وان ده رئيس وقال له نصيحة ما خرجتش عن شرع ربنا وبعد التحقيق ده جت زباط مصري استلامته من السعودية لمصر وخادته من مطار القاهرة على سجن تورا فورا وفي سجن تورا دخل اللواء محمد عبد الحليم خامس وزير داخلية في عهد مبارك وسأل القطان ليه قال كده ومين الجهة اللي بتحربه القطان فضل مصمم على رأيه انه مغلطش وقال له وإيه اللي يمنع ان اي حد يقول الجملة دي حتى لو منكم لمصلحة البلد فرجع القطان للسجن ولكنه سمع المسؤولين هناك بيقولوا انه مفيش اي دليل ضده عشان يتحبس وكانوا قرارين الافراج عنه اول لما تجيلهم اوامر بكده وبعد مرور فترة ضبط السجن طلب من القطان كتابة التماس عشان يفرج عنه لكن القطان رفض وتم الافراج عنه في 17 ديسمبر سنة 2007 بعد ما فضل في السجن لمدة 15 سنة بسبب جملة الهد بس هل شايف ان القطان غلت فعلا وكان يستحق العقاب ده ترجمة نانسي قنقر